رد علي يا بنتي. قولي اه. تمام. سؤال سعب بيقولك ادرس التركيب ادرس ترتيب القواعد. نكبر لكم البدنجانة دي. اهي. يلا. ادرس ترتيب القواعد النيتروجينية في الجزء التالي في شريط الدي ان اي. ثم اجب. ميديك شريطة هون. كم نسبة الادنين في هذا اللولب المزدوج? حلو السؤال ده جدا. بص السؤال ده فكرته ايه بقى? هو ميديك شريط صح? عليك ان انت تجيب التاني. ان انت تكمله. تمام? طيب انا عايز اكمل التاني. يلا نعمله. قول انت بقى. وصادل ايه? ها. طب اقولك على طريقة تانية انت عندك حل من اتنين. يتكمل التاني. يتعدي دول وتتوقع اللي هو جايبه. تعالي نعدي كده كم واحدة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر تلاتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. يبقى الشريط ده في كم? تمنتاشر. يبقى كده اللي هو صاده في كم? تمنتاشر. يبقى التوتل كم? ستة وتلاتين. حد هنا تمام? بقولك كم نسبة الادنين في اللولب? السؤال بقى هنا. ازاي تجيب نسبة اي حاجة? الجزء على الكل. الكل بكامل لسه حاسبينه? طيب الجزء الادنين. انا قدام الشريط المفروض فيه شريط تاني صح? انا مش شايفه. لو انا عدت الادنين هنا هلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لو انا اعتبرتهم ستة يبقى انا احمر عارفة ليه? عشان فيه شريط تاني فيه ادنين. طب انا مش عايز ارسم الشريط التاني اقدر اعرف الادنين. من مين? من الصايمين. يبقى عد الصايمين واحدة اتنين تلاتة تلاتة صح? يبقى كده عدت الادنين في اللولب كله. بتسعة. يبقى اقول تسعة على ستة وتلاتين في مية. عشان اجيب النسبة. على التسعة فيها الواحد. على التسعة فيها الاربعة. مية على الاربعة فيها الخمسة وعشرين. فهمت? يبقى الفكرة ان انت تعدي الادنين هنا بيقول لك نسبة الادنين في اللولب. يبقى بيقول لك يحسبي نسبة الادنين على كله. طب بص هنا كم نسبة الصايمين في شريط? خدت بالك بيقول لك في الشريط. الشريط كم واحدة? 18. الصايمين كان في الشريط ده. بس هو عن الشريط المكمل. هو طلب المكمل. خدت بالك. يبقى انا عدي مين عشان اجيب الصايمين? الادنين اللي هم عدناهم بستة من شوية. يبقى ستة على التمنتاشر في مية. على الستة فيها الواحد على الستة فيها التلاتة. يبقى مية على التلاتة تطلع تلاتة وتلاتين. وبعدها تلاتات كتيرة بقى. اللي هي دي. في امتي او لا لسه? طب هقولك على قعد هقولك السر بقى. السر في الرياضة. الرياضة كان بيقوله ايه بقى? انا عايزين نجيب السر في الرياضة. ازاي السر في الرياضة? ازاي تحسبه النسبة? كنت بتاخده النسبة ازاي تتحسب في الرياضة? الجزء على كل في مية. جزء على كل في مية. يبقى تاني. ازاي تحسب نسبة? جزء على كل في المية. ده يديك النسبة. خلاص? انا دلوقتي كان عندي الأدينين او اي رقم ستة على الشريط بطمنتاشر لو قال على اللولب هقول ستة وتلاتين وادرف المية. اتفهمت? ايه تاني? قولوا. طب خلينا نمشي ده واحدة واحدة وفي الاخر بيخليلي الاخر. مين اللي بيقولها ضحيحة دي? طب ما اتحله. احنا كده كده هنحل في المراجعة النهائية الامتحان. وعلى فكرة جبت التفوق هعمل لكم ملزمة لي يعني. هلخصو لكم في ملزمة. طب كويس ماشي. كده كده احنا نخلص الدينية هبعط لكم ملزمة كلها دين ايه بس. مش هتحتاج ان انت تحل بعدها ولا سؤال تاني. اه? ايه واقف معاكم تاني يلا. تمانية. تمانية. شوش هام بس انتوا حلوا اللي حل معنا المراجعة يبقى كده ايه? بقى زي الفل تمانية ده اخر الصفحة ايه. هنا بصي. بقولك الاشكال المقابلة توضح استخدام حيود اشعة اكس. انا جيت ابص كده. لقيت اشعة اكس اهي. واشعة اكس اهي. هو مين اللي عمل تجربة اكس دي? اسمها اس 6 هاني من اللي عملت اشعة اكس دي. فرانكلين. جيت ابص هنا لقيت هنا ظهر لولب. ظهر حاجة زي كده. لكن هنا لقيت نقط متفرعة. يبقى اكيد سين دي ما كانتش دي ايه. واكيد صاد دي كانت دي ايه. خلاص? طيب. فرانكلين قالت ايه? قالت ان دي ايه في شكل لولب وقطر اللولب يقول ان هو ايه? يتكون من اكثر من شريط. تعال نشوف السؤال بيقولك ايه? شكال المقابلة دي توضح استخدام حيود اشعة اكس في التفرقة بين مادتي الخلاف حول المادة الوراثية بالخلايا. ايه العبارات الاتية صحيحة من خلال الشكل. يحتوي الجزء السين على الفسفور هو اصلا سين ده منظر دي ايه? لو كان دي ايه كان طلع كده. يبقى ده مش دي ايه اصلا. يلتف في السين على شكل حلازول ما هو مش دي ايه? كتر الجزء صاد اللي هو دي ايه ده? يدل ان هو يتكون من اكثر من شريط وده اللي قالته فرانكلين فدي صح? توجد القواعد النيتروجينية في الجزء الجزء صاد جهة الخارج? هي القواعد النيتروجينية من بره ولا من جوه? يبقى اللي جابة الوحيدة اللي صح يا جيم. يلا اللي بعده. بسرعة عايزين نخلص كله في اربعين دي ايه انجز. ها? صفحة متين تلاتة وخمسين. متين اربعة وخمسين. طب متين خمسة وخمسين. طب انتم حالين انا مش حالين نهاركو اسود. طيب ده انتم جامدين بقى. يعني انتم كل ده حالينه بسهولة ده ده انتم جامدين وانا جامد بقى. دي حاجة من الاتنين. طب في حد مكسوف. طب فهمتوا سؤال واحد وعشرين? صفحة متين خمسة وخمسين سؤال واحد وعشرين او اتنين وعشرين? اتنين وعشرين. فهمتوه? طب الله يا جدعان. وانا جدعى برضو. اه? اه لا انا لاحظت ان ادي ان ايه تشرح بطريقة لذيذة والدرس اللي اللي فات برضو هتلاقي نفسكم بتحلو المسال برضو. ان شاء الله كويس يعني. ان شاء الله مسطورين. مسطورين لو في عين الراوس بازن الله. انت ايرو? ما تلاقيش يا ايرو هتلاقي هتلاقي المسال في ملزمة كده هتاخديها من هنا هتلاقي نفسك ايه بقى ايه اتزبطت من هنا. طب اعمل ايه في الشامل? ما هتلبس في الشامل مفيش مسائل على فكرة كتير. انا مش بحط مسائل عشان انا حضطها في في الملزمة. يعني مش مركز على المسائل دلوقتي لان في ملزمة كاملة حوالي عشر ورقات كلها مسائل. ها? ايه تاني? ميش يالله ماتين تمانية وخمسين. ده ايه لعلي الجامدة دي? عامل حسن نفسي. ها? طب سكوتي خالص عشان انا قلت. ما تتكلميش تاني انت. ومش هرد عليك يعني. متين تسعة وخمسين. متين متين تسعة وخمسين. كونك مش حلة ده? ده تتهزق عليه. متين تسعة وخمسين ها? كم? سؤال اربعين. بيقول ايه اربعين هنا? تعالي نجيبها انا من هنا عشان ايه? اشوف انا التاني. سؤال اربعين. بيقول لك الشكل المقابل يوضح بعض مراحل تكوين حالات المنوية في ذكر للانسان اي العبارات الاتية لابد ان تنطبق على نسبة قواعد الادينين في هذه الخلايا. خلاص? طيب. تعالوا نمسيكم واحدة واحدة. نجيب الالم ونيجي هنا. دلوقتي دي لو خلية ات كم نون دي? دي كم نون? بقت ايه هنا? بقت سنوية نون وبقت سنوية نون. بقت طلاقة نون وبقت حيوانات نون صح? الفرق. الفرق بين دي وبين دي. يعني هما دينون ودينون. الفرق بين السنوية وبين الطلاقع. دي تلاتة وعشرين كروموزوم ودي كم كروموزوم? تلاتة وعشرين برضو. بس الفرق ان دي كروماتيدين يعني كروموزوم فردتين ودي كروموزوم فردة واحدة. خلاص? يبقى دي فيها كم جزء دي ايه? دي فيها ستة واربعين دي ايه. دي فيها كم دي ايه? فيها تلاتة وعشرين دي ايه? خلاص? فهو بيقول لي مين من دولة الخلية ايه العبارات الاتية صحيحة يعني? تنطبق على ناس بالقواعد الاديمين بين هزي الخلايا. يلا نركز. الخلية اتنين الخلية اتنين اللي هو الاختيار الاولاني بها نفس قواعد الاديمين لواحد دي نفس دي ايه اعقل? غلط. تمام. اللي بعده. الخلية اتنين بها ضعف نسبة قواعد الاديمين موجودة بتلاتة اتنين ضعف تلاتة. المفروض اتنين قد ايه? بالزبط. جيم الخلية اربعة بها نفس نسبة الاديمين في خمسة. اربعة قد خمسة. اربعة فعلا قد خمسة. لان ايه الفرق بين اربعة وخمسة? مجرد تغير في الشكل. حتى سموا المرحلة اسمها ايه? تشكل نهائي. خلاص? يبقى دي هي الصح. الخلية اربعة بها ضعف. الاتنين اربعة ضعف اتنين. دي ضعف اللي فويها. المفروض العكس. خلاص? ايه تاني? شايفين السؤال الاخير ده? اخر سؤال في الصفحة? بيقول لك تحتوي احدى اللفات. يعني هي كم لفة في الاخر? لفة واحدة. عشرة هنا وعشرة هنا. على عشرة ثايمين. لو هي عشرة تي هنا. يبقى اكيد البقين عشرة ايه? ايه? في حاجة تانية بقى? اللفة خلصت. يبقى ما فيش حاجة تانية. يبقى اي حاجة تانية تبقى بزيرو. تمام برافو. اه ايه تاني? سؤال تمانية واربعين. سؤال تمانية واربعين. هنا. ايه الانزيمات التالية وحفز التفاعل التالي? تعالوا نبص في التفاعل وخلي بالك ولازم تركز السهم ماشي ازاي? صح? انا بدأت من هنا. في سهم. هنا سكر وسكر وصادهم سكر وسكر. جي مسكاف سي وايه مسكاف تي. سبحان الله واحد فارتكهم كلهم. خلى كل واحدة الواحدة ده قصر التساهمية اللي ما بينهم. مين ده اللي كان يعمل كده? شكرا. قولي رقم السؤال. مش فاهم عن الشكل. تسعة كم? تسعة وتلاتين. تسعة وتلاتين. بص يا بنياتي. بص على الاصل وفكاري. بيقول لك يمسر خلية جسدية. خلاص? اثناء انقسام ايه? ميتوزي. يبقى اكيد اللي تطلع منها زي وزيها. زي وزيها في ايه? في اشكال في 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 شكل الكرموزومات نفسها. خلاص? تعالوا نبص هنا. دي خلية جسدية اثناء الانقسام الميتوزي. طب بما ان هي اثناء الانقسام. بيحصل ايه اي خلية قبل الانقسام? مباشرة. تضاعف. يبقى المنظر اللي انت شايف هذا هل هو ده الطبيعي ولا في ضعف العدد. كأنك بتشيل من كل واحد فردة يديك الاناتق بتاعهم. هنا الشكل بص على الاشكال. في هنا زي حلزوني كده. ادي واحد حلزوني. واحد تاني حلزوني المفروض الايه? بني يطلع فيه اثنين حلزوني كده. صح? بص المسلسين دول او التمانيتين دول لازم يطلع تمانية وفيه تمانية. مين الرسمة اللي كان اللي فيها الاناتق كده? هم? به. طب ليه دي ما تنفعش? ليه دي ما تبص هنا ما اديك اتنين بس. المفروض يبقى كم واحدة? اربعة. فدي غلط. هنا شايف الاربع كلهم شبه بعض? والاربع ده كلهم شبه بعض. يبقى ده غلط برضو. المفروض تطلع واحدة من كل واحدة من اللي انت شايفاهم. هنا اتنين بس فبرده غلط. فالاجابة دي. ايه تاني? اسرع يا شباب يلا. تسعة واربعين. تسعة واربعين. اي الانزيمات التالية سبب غيابه? موت الزايجوت يا ساتر يا رب الولد هيموت. دعنا نفكر. الزايجوت ده يعمل ايه يا مريم? عشان يكبر صاح? فاكرة قلنا قاعدة كنت معانا فيها ولا لأ? مين فاكر نمو الجنين محتاج انقسام ايه? خلاص فلازم يحصل فيه انقسام. ومعنى كلمة انقسام يعني لازم اديه اني يحصل له ايه? تضاعف. مين من دولة انزيمات ليه علاقة بالتضاعف? اللولب. طب ايه علاقة الهياليورينيز? ملوش علاقة ما خلاص بقى في زايجوت. ديوكس رايبونيوكلييز? ايه علاقته ده? ده بيكسر الدهن ايه? مين فاكر انا قلتلكو على ديوكس رايبونيوكلييز ده بتلاقوه فين? البلعمية? ماشي غير البلعمية مين بيفرزه? مين اللي مزنوه? لا مين اللي مزنوه في الحتة دي تحت المعدة? لا البنكرياس. هلاص? هو موجود في يفرز من البنكرياس? يعني معلومة البلعمية دي ليست ادق من معلومة البنكرياس. الادق ان هو يفرز من البنكرياس وعملتلكو في فيديو وتقريبا انتم مفاتحتوهوش برضو. يبقى بيتفرز من البنكرياس وبنسميه اسم تاني بيتسمى كده في المواقع الطبية دي ان اييز. هلاص? طب ليه في البنكرياس اصلا بينزل بيكسر اي دي ان ايه مايكروب داخل القناة الهضمية. يعني شغل دي ان ايز ده في القناة الهضمية. مع الحاجات اللي داخلها مع الطعام. البكتيريا اللي داخلها مع الطعام. لكن مش بيوجد في الدم بتاعنا. لو وجد في الدم بتاعنا او في انسجة جسمنا العادية كان نكسر الدي ان بتاعنا. وده مش منطقي يعني. ها? بس انا سمعت ان هو بيبقى موجود في كل حمرة عشان يكسر النواد باعتها. اللي هي مش موجودة يعني? بص يا بنتي صدقيني انا عملت على الموضوع ده كتير قوي. موضوع الدي ان ايز ده كل المواقع اللي دخلتها كان يقولك يفرز من البانكرياس. مفيش حاجة تانية. قد يكون. قد. يعني انا اكيد مش انا ملم بالعلم كله. بس المعلومة الاكيدة وجاية في امتحانات. يعني السؤال ده كان بيجي في امتحانات طبية كمان. يقولك الدي ان ايز ده نقط. بيتفرز منين? فكتب الايجابة دايما البانكرياس. بغض النظر يعني. دي مش معلومة عندنا بس احنا بنتفهم هو من شغلته ايه يعني? بس هو الاسم بتاعه مطلوب منك يعني يتفهم. ها? اللي بعده. صفحة ماتين واحد وستين. اسرع. طيب. ماتين اتنين وستين. ستة وخمسين. طيب. بصوا المفروض تسألوني في خمسة وخمسين على فكرة. ازاي? مش انا ميديكم اديه ان ايه اه في البالمرة بيبني تساهمية وهيدروجينية? لا. هي هي تساهمية وهيدروجينية سيبكم من كتاب الامتحان ده 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 هاكس ده وهاري. هو ايه? ما الرابطة المتكونة عند بلمار الديني? يعني بلمار الدين? نعم? بحد بيتكلم ولا بيزن. قال ايه? مش عايش طيب. طيب. بصة شباب السؤال ده غابي في كتاب الامتحان. ما الرابطة المتكونة عند بلمارة الديني? هو ايه الروابطة بتتكون لما الديني بيحصل له بلمار يعني بيتبني? ما هو بالمنطق. ازاي انت مش عايز تختارها هيدروجينية ومال مين هيربط القواعد ببعض. عارفين تفسرهم? ما هو شميع ان انت اخترت التساهمية بس. ما هي الرابطة التامية بتتكون? انت قصدك على رفز الرابطة مفرد يعني. طب انت اختارتي ليه تساهمية بس? بصة انا هقولك وجهة نظرهم وانتو اسمعوها. وجهة نظر البعض بيقول لك ان الرابطة الهايدروجينية دي بيسموها رابطة هيدروستاتيكية. هيدروستاتيكية يعني بتتكون دون مجهود من حد. مش محتاجة حد يكونها. يعني مش انزيم البالمارة اللي بيكونها بنفسه. هي بتتكون لما بيقربوا من بعض القواعد النيتروجينية بسهولة. عشان كده بيقول عليها رابط هيدروجينية ضعيفة. بس السؤال بقى هل كنها تكونت بهذا الشكل? ينفي ان هي بتتكون. يعني السؤال بيقول ما الرابطة المتكونة? نعم. ما انا بقول لك السؤال بقى ما هو فعلا هي بتيجي بعد ما بتكون الهايدروجينية. بس السؤال هنا ما رابطة المتكونة عند البالمارة? لما بيتبلمر ادي اني هل الهايدروجينية ما تكوناتش تكونت? السؤال الادق بقى هل انتم عندكوا في المنهج قصة ان البالمارة من كلام منهجكم مش هو اللي بيكون الهايدروجينية? لا طبعا. معندكوش الحتة دي. معندكوش انتم حتة الكيميا ان الربط الهايدروجينية دي هايدروستاتيكية وبتتكون بدون الحاجة الى احد. عشان كده انا رغم ان اعرف المعلومة دي لكن بقولكو لو جالكوا سؤال مين اللي بيكونها هتكتب اللي بيكونه البالمرة هتكتب الاتنين تساهمية وهايدروجينية. خلاص? انت مش بتدرس كيميا هنا مش بتدرس تفاصيل الكيميا هي تكونت هايدروستاتيكية لان اضرابه ضعيفة فمش بتحتاج حد يكونها مجرد ما يقربه من بعض طب مين قربهم من بعض ومين اللي طلع جاب النيوكلوتي ده اصلا. كونه اوجد النيوكلوتي ده هو يعتبر اللي يكونها. خلاص? بغض النظر عن النقطة دي. النقطة جدلية كيميا بس انا شايف برضو ان الايجابة الادق هي ايه التساهمية والهايدروجينية ودي المعلومة المتعرف عليها من زمان. خلاص? ها ايه تاني? انت قلته سبعة وخمسين? ولا ستة وخمسين? ستة وخمسين. اين ينتقى عملية تضعف الدين ايه في الاي كولاي اللي هي اشارشة كولاي. طيب. عند القطع الترفية للصبغيات اولا الاي الكولاي دي اوليات فما فيها الصبغيات. فقشت باول اختيار. عند الوصول لكودون الوقف. تنتعم اعلاقة التضاعف بكودون الوقف. عند وصول التضاعف لمكان ما انشأه دي تمشي. عند نشاط انزيم النسخ العكسي اعلاقة ده. مفيش غير جيمي اللي تنفع. خلاص? ايوة مفيش صبغيات يبقى مفيش بروتينات هستونية وغير هستونية اصلا من الاول. يبقى مفيش نيكليوسوم ولا كروم. ده انا اجاب لكم صورة في الامتحان بص عامل كده. لا ده متكاور حضرتك. في صورة هجبها لكم في الامتحان في الامتحان الشامل هتطالكم النهاردة فيه. على انا بحرق السؤال خلي بالكو. ايشيرشا كولايا. الحضر خد سؤالة هو. هتلاقوا ايشيرشا كولاي كده البكتيريا ايه كولاي دي? السؤال ده في الامتحان. ليه هديل اسمه فلاجيلم. اسمه فلاجيلم. وهتلاقوا المنظر بتاعها الديل نيه كده. خدوا خدوا السؤال بقى. خلاص? وهتلاقوا في الارضية هنا حاجات كتيرة موجودة كتيرة. خدناها في الديل نيه المتكرر. من دي? ايوة. نو 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 نو. مش بالكمية دي البلازمي. ايه? اللي جيب دي. اللي غير احماض امانية. يعني تفكيرك حلو في احماض. ايه? في حد قال حاجة. نو رايبوزوم. الرايبوزومز. سميتها ايه الرايبوزومز انا لقبتها بايه? صح. حد فاكر ان الرايبوزومات دي كانت موجودة بنسخ متكررة على الديل نيه? فاكرية الديل نيه المتكرر? هتلاقواها كتير. هتلاقواها كتير في الرسمة. وده دليل المعلومة اللي خدتوها ان الديل نيه المتكرر. ايوة في السيتو بلازمي. اه ايوة في السيتو بلازمي. مين اللي بيبني انا كنت بسألكو بخدوا يلا اجابة السؤال. الرايبوزومات. هاسبكو تغلطو فيه. يلا. انا غششتك نص السؤال ايه اللي في السيتو بلازم في البكتيريا اشيرش يا كولايدي? الرايبوزومات. خلاص? تمام. بس. خلت بالكو الدماء. ايوة ما عندهش نوايا. ايتركة في السؤال ده بقى هتقابلوها بقى خليكم فاكريين. ما انا قلتلك اجابتك حلو احماض امينية? انا عايز احرق لكم سؤال. ممكن تبقى احماض امينية في السيتو بلازم عادي. يلا ها. طبعا انت عارفة ممكن لو لقيتهم كده في السيتو بلازم لقيتهم مدورين كده ومربطين في بعض هتقول عليهم ايه? صح. يبقى عديد بروتين يعني. ها? صحيح رقم كام? يلا. تسعة وستين. تسعة وستين. انا هزا بس اشوف شكل طيب بقولك في احدى التجارب المعملية تم وضع خالية بكترية في وسط غزائي يحتوي على ثايمين. مشع. ماشي. وترك التتكاثر لمرة واحدة. حد فاكر التركة اللي خدناه في التكاثر ايه اللي بيحصل للبكترية اثناء الانشطار الصوني? ايوة الام مالها او الاب الاصلي يختفي. خلاص? يبقى خلي بالكم. مفيش ام مفيش اصل في الانشطار الصوني في البكترية. بعد الانشطار يختفت. في احدى التجارب حطناها في وسط غزائي يحتوي على ثايمين مشع وترك التتكاثر لمرة واحدة. يبقى يطلعوا كاما واحدة يطلعوا خليتين. خلاص? طيب هل خلية واحدة من الخليتين البنوياتين تحتوي على ادي ان ايه بيه صايمين مشاع? السؤال بقى هو الصايمين المشاع ده. تمام? هيدخل في خلية واحدة ولا هيدخل في الاتنين? خلاص? لان انت علمتها علمت الام بمشاع او حطيتها في وسط مشاع فاكيد الام هي اللي بتتضاعف فهتيجي في دي وهتيجي في دي. يبقى خلية واحدة غلط. دي انيه في الخليتين بيه صايمين مشاع فقط? عايز يقول لك ان هي ما فيهاش غير ما فيهاش غير صايمين مشاع بس? طب فين بقى القواعد? هم? البنوية يعني البنت اللي نتجة. مش فيه ام وفيه بنات واولاد نتجين هم الخلاية الناتجة بيسموها البنوية يعني. خلاص? دي انيه في الخليتين البنويتين بيه صايمين مشاع فقط? يعني ما فيهوش ادينين ما فيهوش جوانين. دي بقى دي انيه الزاي ده? فدي غلط. دي انيه في الخليتين البنويتين بيهوش مزيج من الصايمين المشاع وغير المشاع. صح? خلاة بالكون الاختيار اللي فيهو ده انا علقت عليه غلط. الدي انيه في الخليتين البنويتين بيهوش صايمين مشاع فقط? لا فيه صايمين مشاع وفيه صايمين غير مشاع. مينش Ja te enjoy game 2 غير مشاع? من الاصل نفسه من الخلية الاصل نفسها صح? اخر جيم تنفع لا تستطيع الخلية البكترية لانقسام لغياب الادنين المشعب ايه علاقة الادنين المشعب بالانقسام اصل بلاز هتتعلم بيهم هيركب فوقيها بس هيمسك في حد تاني هيمسك في الادنين هيمسك في الادنين قصدها تاني بص تخيالي نفسك نزلت في ترعة ما بلاش انت نزلت في ترعة دي تخيالي نزلت في بسين خلاص او حد نزل بسين لقيت في البسين ده في تي 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 جي سي سي اي اي تي سي اي بص بق ده البسين كان فيه كده اللي هو الخلية نفسها فالخلية جت تتضاعف وهي اثناء التضاعف رحت انا رميت لها ايه بص هرمي لها حاجات مشاع هرمي لها صايمين مشاع صايمين مشاع صايمين مشاع ايه رأيك انت الصايمين مشاع اللي انا رميته ده هيندمج هيمسك في مين بس كده اللي مرمي حواليها فهتلاقي المشاع بتاخده وهو صايمين في الاخر هتاخده مالغ ده ابسط مثال عشان تفهمي حتى دي وانا ااسف على التشبيه ما هو عشان كده اخترنا ما هو يكونوا في صايمين مشاع دخل دخل مع الداخلين يعني بالاتنين يا بنتي انت رمي صايمين مشاع بس هيمسك في نفسه انت حطيت صايمين بس مشاع هو انا مش عملت صورة البسين ده ورميت في البسين كل اللي بالاحمر ده عادي طبيعي تي اي سي جي تي اي سي جي الوحتانة رمي حاجة مشاع ايوة بس في جيف وسطيهم واحد اسمه ادنين مشاع هل هيقولونه ما تمسكش مع التي عشان انت مشاع ولا هيمسك عشان هو ادنين ايوة بس شكرا بس بس خلاص انت كده فهمتي بس هاي يلا ستة وستين بيقول لي ايه ستة وستين ده الشكل المقابل استمى استخدامني يوكليتي دات خلي بالكو بدأت منين بدأت من هنا ادل اصله وادل اصله خمسة تلاتة يبقى يبقى الاصل ده راح كده والاصل ده راح كده طب ايه الدليل بتاعي مش ده جي سي تي اي سي جي سي تي اي سي اي سي اي سي اهم خلاص خدت الاصل فوق انا لو انت الاصل يبقى انت اللي بنيته ده كله ايه التقليد ده خمسة تلاتة يبقى انت بنيت له ايه تلاتة خمسة. ايه رايكو ده? ده الحلو ده? ده الحلو ده? اللي بيحبوا البنمرة? ولا الكخة الوحش? الكخة الوحش. ده الحلو بقى. عبو خمسة تلاتة. خلاص? السؤال عايز ايه بقى? استمى استخدام نيوكلتيدات مرقمة من النيتروجين المشعع. خلاص? اسناء تضعف. ايه علاقة لنيتروجين بالنيوكلتيدة? قلتم? ايوة رد عليها. قوليها بصوت عالي اسمها قواعد ايه تفيدة انتو هي? دين ايه سعدية ايه اللي بتقوليه? الله ياه صورت يناير في خمسة عشرين يناير. ممتاز. اللي راح هتقولي يا سمعتك اللي قلت يا احماض امينية وقعتك سودة. ايه علاقت النيوكلتيدة بالاحماض الامينية يا بنتي? خلاص? فما بيقولك مين اللي فيها مشعع بدنجان قهات الالم فينه? خلاص? مين اللي هيبقى فيهم المشعع? اكيد الاوالب الجديدة اللي هم اتنين وتلاتة. لكن الاديم ده انت هتركب هو اديم ده القلب الاصلي. انت هتبني ايه ما هو مبني? يبقى انت اللي هتلاقيه مشع في الحاجات اللي اتكونت جديدة. ايه العشرة تحتاج انزيم الرابط اكيد المعفن. مين المعفن? اللي هو اتنين اللي احنا قلنا ده الوحش. هيحتاج انزيمات الرابط عشان انت رب بنتهم قطع. خلاص? خلاص? اه اوصل لكم ستين. مالوا ستين. من الشكل المقابل? والذي يوضح احدى العمليات الحيوية في الخلية? اي القطع يبدأ. تعالي نجيب القلم. طيب. اي القطع يبدأ تكوينها اولا? تمام? فين خمسة تلاتة فين تلاتة خمسة الحبوب? ده القلب الحلو صح? انا لو انت القلب الحلو. يبقى مين اول واحدة تتكون? شكرا. ماشي. نجي نبدأ التانية. انت ابو خمسة تلاتة ده. خمسة تلاتة. هو انت ماشية كده? انت ماشية كده? ولا ماشية كده? ماشية واحدة ولا ماشية اتنين? ماشية اتنين. يا بنت لما دي قصة لسه ما تفكتش. لا. بالضبط. طيب احنا ينفع يبني كده? ينفع يبني تلاتة خمسة? ولا يروح الرخم ده البارد ده? يروح يعمل لنا حركة باردة كده زيه? يجيبها من تحت الفوق كده. وبعدين يرجع تحت تانية يعمل لها كده. بعدين يرجع يعمل لها كده. يبقى اول واحدة حطها مين? اللي فوق دي. بالضبط. ليه يا مريم هو عمل كده? ليه يا مريم عمل كده? عشان لما يعمل دي يا مريم يبقى هو بنا خمسة تلاتة ما هو ما بنشغل خمسة تلاتة بس. بص بص يا مريم. دي اول حتة بناها. يجي يروح نازل لتحت. انت عايزة تخليه يعمل كده يعني? هعملك انا اللي انت متخيلة يا صح? كده? وبعدين يجي يعمل كده? صح? وبعدين يعمل كده انا همشي معاكي صح? وبعدين يكتشف يكتشف ان هو يسايف حتة ورا يرجع يعيد من تاني كده? خلاص? لهو منظم هو يبدأ كده وراها كده وراها كده وراها كده. كان في سؤال كتاب المرجع بيجيبه وبقى ما انا شلته من الامتحان عشان يعني حسيته رخم شوية. كده حد خد باله ان نزيب البلمرة كده في كلا الحالتين ماشي كده صح? عكس مين كده? طب هو الربط ربط كده ما هيرجع يربط كده هيرجع يربط كده. مش ماشي عكس مش ماشي عكس الربط المفروض. ماشي ماشي في اتجاه اللولب ولا عكس اتجاه اللولب. يخرب بيوتكو. لما اللولب ماشي كده. مع اللولب هو. وده في الاخر ده بيبني ايه? هيبني ده كده. وده كده. وفي الاخر هو كأنه ماشي يبني ماشي بالحتة دي. وده التاني ماشي كده. يبقى مع اللولب. بس هي هي شعوازات. عشان كده انا شلته من الامتحان. مش فكرة مش قصتك. خلاص? اه ايه تاني? احنا في ستين. دهية. اخدنا. بس ايوة. عارف انت كلامك صح يا مورين. عارف انا كنت حطت السؤال ايه? قد يمشي في اتجاه اللولب. دي كان كان السؤال اللي انا حطت. مش عارف شرت ولا هتلاقوه. في كلمة قد هتلاقوه في السؤال. لانه ممكن يمشي في اتجاه ويمشي عكسه. نعم. ما انا شلت السؤال عشان انا حسه مش مفيد بصراحة. مش حس السؤال في افادة علمية. يعني دلوقتي قد البالمورة ماشي كده. خلاص? هنا انت اعتبرته ماشي كده? ولا اعتبرته ماشي بالقطع فانت بتعتبره ماشي كده? فهنا الاعتبارية اه احتمال اتنين. خلاص? احتماليتين. ولكن السؤال بقى قد يكون انزيم اللولب في اتجاه ينزيم البالمورة صح ولا غلط? صح ليه? لان انت عندك واحد اهو ماشي بالمورة واللاولب ماشي كده. تمام? دي دي الجملة الوحيدة اللي احنا متأكدين منها. الربط طب الربط بيمشي ازاي? هو جاي منين الربط? هل بيجي كده ويربط? ولا الربط ده بيجي من وراء وربطه خلاص فانا شاف ان هي معلومة مش علمية ولا لها ايه لازمة? يلا ها. مفيش كتب بتجيبها غير المرجع. تعال صنا اللي فاتف. حتى مش عارف الصنا دي جاي بنا ولا لأ. ايه تاني? جو يلا. هيفصل هندخل تاني? ولا ايه? بادي ايه تانو يفصل. طب احنا نحل الدرس ده ونخلي مرة تانية للدرس اللي بعده. يلا عشان شكل الناس مش حلة كلها. ميتين اربعة وستين وميتين خمسة وستين. تلاتة وسبعين. ماشي. ما هي متسجلها هنبعتها لكم. تلاتة وسبعين. الشكل المقابل وضع عملية التضاعف. خلاص? جيت ابص هنا مين? ده الحلو اللي عمال يفرتك في الخطين كده ويفسخهم من بعد. لا ولا. خلاص? يبقى مين اللي هيمشي معاه كده جميل كده ماشي في اتجاهه? بالمارة. طيب. احنا بصوا بصوا هنا شايفين بيتبني حد باخد بانهم دولو شريطين. بيتبنوا خلاص اهو الشريط قصد شريط. يبقى ده خمسة تلاتة اللي اتبنى جديد يبقى ده تلاتة ايه? خمسة. يبقى اكيد ده اكيد ده البالمارة بيبني بس بطريقة ايه? مهببة بستين نيلة. اللي هي ايه? المتعكسة. خلاص? يبقى ده ده القالب خمسة تلاتة. السؤال بيقول ماذا يا مسل حرف الصوت? فين صوت اهو? ده لولب. خلاص. ما الانزيم اللي يجب ان يقوم بربط مجموعة الفوسفات والهايدروكسيل? هو من اللي بيربط الفوسفات والهايدروكسيل? يعني بيربط النيكروتيدات ببعض. اللي هو ده وده. اللي هو ده وده. ده بالمارة وده بالمارة. واحد يقول لي طب واحد يقول لي عين ده مش ربط ليه? ما هو ده مش منظر عين الرب. بس ممكن لو انت اعتبرته انزيم الربط ده بيربط الفوسفات بالهايدروكسيل برضو. تمشي. مع انه ده مش آآ ممكن يمشي. يمشي. او او ما يمشيش. يمشي او ما يمشيش عادي يعني. في كلا الحالتين اللي جابة واحدة. لان هو نفس الشكل فانا اعتبرته بالمارة بالمارة. ايه تاني? خلاص? طيب. نوقف على الدرس ده ونعمل مرة تاني تكونوا حلين. وبحس تبقوا كلكم. حلوا الدرس اللي جاي بقى. هبعط لكم لينك الحصة وهحط لكم على المجموعة السنتر هبعطها لكم لينك فيديو كده. انا هوقف وهشوف مين عنده سؤال.